سد الموصل الذي بات محور حديث الساعة واهتمام العراقيين بالدرجة الأساس لما يشكله خطر انهياره من دمار يوقع كما هو متوقع ما لا يقل عن مليون شخص قتلى وتهجير آلاف سكان المناطق التي هي في الأساس بغناع تلك الكوارث فهي تشهد حروبا منذ مدة كتل برلمانية طالبت بعقد جلسة استثنائية لتدارس مخاطر انهيار سد الموصل فيما سلمت طلبها إلى رئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية ومدير السد بينما ينتظر الكثيرون تقارير لجنة أمريكية زارت السد لمدة أربع ساعات نوهت بعدها إلى وجود تشققات فيها ولم تصرح بشكل علني حول وجود الخطر من عدمه التساؤلات التي رددها الكثير من المواطنين ووضع علامات استفهام حولها هي الفترة التي سيطر بها تنظيم داعش على سد الموصل والتي لم تستغرق سوى ما يقارب الثلاثة أشهر لينسحب بعدها إلى داخل الموصل تارك النقطة مهمة قد تفعه لفض سيطرته باعتباره السد الأكبر في العراق إلا أن غموضا خيم حول القضية الأمر الذي جعل آخرين يتساءلون أيضا حول عدم قيام الحكومة حتى الآن بإجراءات من شأنها منع انهيار السد إن كان ذلك وشكا بينما ذكر مراقبون أن الفساد الحكومي حاضر حتى في تلك اللحظات التي من شأنها أن تلحق كارثة إنسانية أحد عمال السد استغرب تصريحات أوباما التي ذكرت بأن كوابس تراوده وقلق شديدين تبين وكأن السد سينهار الآن حيث ذكر أن لا مشاكل تهدد السد وتوقف الحقن لا يعني انهيارها وإلا لكان انهار قبل ذلك لو كان بتلك الهشاشة مراقبون ذكروا بأن التخبط الذي تعيشه الحكومة وسياسيها وعلى رئيسهم حيدر لعبادي بات واضحا باعتبار السد قضية خدمية تختصر الخطر الذي باتت تشكله تلك الحكومة على الشعب الذي عانت جفاف فترة فلربما بقي له أن يذوق الغرق كما يسخر متابعون ترجمة نانسي قنقر